بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحمد زهران يحييكم من جديد وإحنا بنكمل كلامنا عن الكرينيال أبروشز وكلامنا في الحلقة اللي فاتت عن الفرانتال أبروشز اللي هي الأبروشز المختلفة اللي هوصل بيها لتارجت مختلفة عن طريق الفرانتال كرينياتوبي تعالوا النهاردة نقل بالسكال على الجنب شوية ونبين الأنترولاترال بارت أف دو سكال وكلامنا هيكون عن الفرانتو تيمبورل أبروشز الفرانتو تيمبورل أبروشز هي الأبروشز اللي أنا هقدر أوصل لها لما أعمل فرانتو تيمبورل كرينياتوبي وإحنا دلوقتي فاهمين الفرق بين الكرينياتوبي والأبروشز تمام يعني أنا لو عملت فرانتو تيمبورل كرينياتوبي هقدر عن طريقها أوصل لديفرنت تارجتز اللي هي بنسميها إيه الفرانتو تيمبورل أبروشز تمام طيب هما ليه سموها فرانتو تيمبورل كرينياتوبي أو فرانتو تيمبورل أبروشز بص حضرتك لما شلنا العظمة اللي هنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل حالا دلوقتي هيظهر لي المنظر ده إيه المنظر ده حرك ده جزء من الفرانتو اللوب أوف دا برين تحديدا الجزء اللاترال أو البوستر اللاترال من الفرانتو اللوب أوف دا برين وتحته هيبقى التيمبورل لوب أوف دا برين وتحديدا الأنتيرير بارت من التيمبورل لوب أوف دا برين اللي بنسميه التيمبورل بول وما بينهم مين ما بين الفرانتو اللوب والتمبورل لوب مين أيوا السيلفين فيشل الله 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 يعني هذا الابروش أول حاجة قدر انه هو يوصلني المين قدر هو يوصلني إلى الفرانتو اللوب بجزء اللاترال يوصلني للتيمبورال لوب الجزء الانتيري وكمان وصلني الى السيلفين فيشر كلام ظريف جدا جدا ولكن اخي الحبيب لنا هنا وقفة او عد كن فاكر ان دي بس الابروتشز بتاعة الفرانتو تيمبورال كرنيوتومي لا 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 ده الابروتشز المهمة بتاعة الفرانتو تيمبورال كرنيوتومي لها علاقة اساسا بالسكالبيز واي جراح مخو اعصاب عايز يشتغل اسكالبيز لازم يتقن الفرانتو تيمبورال كرنيوتومي اللي هنتكلم عنها النهاردة بص على الصورة دي بص على الفرانتو تيمبورال كرنيوتومي ممكن يوصلك لحد فين ممكن يوصلك لحد الاسكالبيز لحد الانتيرير اسكالبيز ياه دي انت ممكن توصل هنا مثلا لبلانمس فينويدال من انجيومة ممكن توصل لتيبركيلا مسلي من انجيومة توصل لبيتيوتر أدينوما اه ايه ده اصدق انك ممكن كمان توصل لبلوت فاسلز مهمة موجودة في المنطقة بتاعت السكالباز ايوة هنوصل ليها هوصل للميدل سريبر الارتريال اللي هيخدني بعد كده للانترنال كاروتد وهشوف الانتيري كوميونيكايتن وهشوف الانتيري سريبرال وهشوف الپوستير كوميونيكايتن كل ده تقدر تشوفه من الفرانتو تيمبرال أبروتش اه ياه شوفت الفرانتو تيمبرال أبروتش ديت قوي ازاي ومهمة ازاي عشان كده اصبحت الفرانتو تيمبرال كرينيوتومي هي واحدة من أهم الكرينيوتوميز اللي احنا المفروض نتعلمها ونبقى عارفينها كويس كجراحين مخوصات طيب الفرانتو تيمبرال كرينيوتومي هي عبارة ايه عبارة ان انا بشيل جزء من العظمة بتاعة الفرانتال بون مع جزء من من العظمة بتاعة الايه التمبرال بون من وراء يعني انت شكاية برضو اسمها front to temporal شلت جزء من الفرانتال بون وشلت جزء من التمبرال بون وهبين لك جزء من الفرانتال وجزء من التمبرال كلام محترم جدا بس مشو أخذ بالك من الحاجة ان انت الفرانتو تمبرال كرنياتو دي كأنك انت عملت extension لفرانتال كرنياتو اللي انت عملتها المرة اللي فاتت صح؟ فاكد السوبر اوربيتال craniotomy super orbital craniotomy اللي احنا عملناها اللي هي frontal craniotomy ديت super orbital craniotomy تعتبر انها هتexpose بس من frontal lobe انا مش هشوف غير frontal lobe صح كده تمام هتبين لي انه جزء من frontal lobe هتبين لي جزء ايه lateral من frontal lobe بس anterior anterior و lateral من frontal lobe فعشان كده بيسموا ال approach اللي احنا كنا قلنا اللي هو super orbital approach ده بيسموه the frontal lateral approach وهنا بقى في فرق ما بين frontal lateral approach و frontal temporal approach اللي انا بكلم عنه النهاردة ودي حتة مهمة لازم نفرق ما بينها يبقى في حاجة اسمها frontal lateral approach المقصود به هذا ال approach هو يعتبر جزء من frontal approaches برضه اللي هيبين لي lateral part on frontal lobe ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت صح؟ لما رجعت الورا بقى او زودت bone removal اللي انا عملته علشان انزل كمان ناحية temporal bone واعمل craniotomy اكبر سمتها fronto temporal craniotomy اه سمتها ايه fronto temporal craniotomy هذه الكرaniotomy بيينتلي مين بيينتلي frontal lobe جزء lateral بيينتلي temporal lobe جزء الانتيرير ما بينهم مين السيلفين فشر لا وكمان ايه هتباين لي ايه هتباين لي جزء كبير من السكال بيز وهتساعدني للوصول لجزء كبير جدا من السكال بيز زي ما احنا اتفقنا كلام ضريف جدا جدا هنا بقى بيطلع لي مصطلح تاني خالص مصطلح اسمه ايه التريونال ابروتش ايه التريونال ابروتش ها التريونال ابروتش هو 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 fronto temporal approach ولكنه اصغر شوية يعني مش مركز قوي على الفرانتال لوب يعني الجزء الفرانتال منه مش كبير اه يعني اصدق ان ده fronto temporal craniotomy على صغير قوي fronto temporal craniotomy مركزة اكتر على التيرين حوالين منطقة التيرين اه ده مركز اكتر بقى على ايه التريونال ده مركز اكتر على منطقة السيلفين فيشر والسكالبيز انا مش عايز بصراحة اعمل اكسبوزر لفرانتال لوب كتير مش محتاجه وانا راجل شغال هشتغل على الايه على السكالبيز فيعني مش لازم اعمل بقى fronto temporal كبيرة قوي لا اعمل لي fronto temporal صغيرة محندقة كده ولانها حوالين التيرين هنسميها ايه تريونال craniotomy وده اسم شهير جدا لفرانتو تيمبرال craniotomy نحن نسميها ايه تريونال craniotomy لكن هل التريونال هي هي الفرانتو تيمبرال لا التريونال هي مصغر الفرانتو تيمبرال انا عايز اقولك فيه كمان حاجة اسمها mini teriyonal بس مش مشكلة نفهم بس مع بعض يعني ايه تريونال تمام يبقى ما هي التريونال craniotomy هي فرانتو تيمبرال craniotomy ولكنها ايه مش involving الفرانتال بون كتير يعني جزء الفرانتال منها يعتبر ايه يعتبر قليل ودي بنسميها ايه تريونال approach هتبقين لي برضو نفس المنظر بتاع الفرانتو تيمبرال ولكن فرانتال له اقل اللي هيبان عندي تمام فده شكل مصغر من الفرانتو تيمبرال craniotomy بس عايز اقولك ان فيه شكل مكبر بقى من الفرانتو تيمبرال craniotomy العادية يعني حاجة بنسميها فرانتو تيمبرو اوربيتو zygomatic craniotomy الاسم الكبير ده لا حرك احنا شلنا كل حاجة ان شاء الله فرانتو تيمبرال craniotomy عادية خلاص ما احنا قلنا شلنا هنشيل جزء من الفرانتال بونو التيمبرال بونو وكده لا احنا كمان هنشيل حضرتك اللاترال اوربيتال ووري وهنشيل حتة من الزيجوما بقيت اسمها فرانتو تيمبرو اوربيتو zygomatic ياه شفت بقى انا كده كبرت الايه الكرaniotomy بتاعتي بس الاساس هي ايه هي فرانتو تيمبرال craniotomy craniotomy مبينالي الفرانتال لوب مبينالي التيمبرال لوب وبينهم ايه وبينهم السيلبيان فشر والله لو عملتها واكسبوز دي جميع اكبر من الفرانتال بون هيبقى اسمها ايه فرانتو تيمبرال عادي خلط دي فرانتو تيمبرال craniotomy طب لو صغرت شوية وقللت الفرانتال اكسبوجر دي التريون الكرaniotomy تمام وممكن انا اكبرها اكتر ودخل معايا اللاترال وال بتاع الوربيت وكمان ادخل معايا الزيجوما يبقى اسمها ايه فرانتو تيمبرال اوربيتو زيجوماتيك او ساعات بنختصرها بايه FTOZ او فرانتو تيمبرال اوربيتو زيجوماتيك السؤال المهم هنا هو انا امتى اعمل حاجة زي FTOZ او ايه الفرق ما بين لو عملت FTOZ او عملت فرانتو تيمبرال عادية او عملت تريون القاعدة العامة بتقولك ايه ان انت لو انت عملت ريموفال لبون اكتر الانجل بتاعت الرؤية بتاعتك هتبقى افضل والمانيبيوليشن على العضم المانيبيوليشن على المخ نفسه بيكون اقل كل لما تشيل عضم اكتر كل لما الانجل بتاعت الرؤية بتاعتك بتبقى اوضح وكل لما المانيبيوليشن على المخ بيكون افضل وبالتالي في بعض الاورام اللي احنا بنتطر ان احنا نوصل لها عن طريق الافتي او زي لان زي ما انت شايف كده الانجل بتاعت الرقم بتاعت الفتي او زي بيخليك توصل لمناطق اعمق من التريون الابروتش العادية والانجل كمان بتبقى ايه بتبقى اعلى تقدر توصل لمناطق بوستيرير كمان اكتر لحد ما نوصل حتى للبوستيرير الفصة يعني ممكن عن طريق الوربيتوزيجوماتيك ده ممكن الافتي او زي توصلك الى هذه المناطق العميقة في عمق المخ من غير ما يبقى فيه قوية على الbrain نفسه لان انت شلت جزء كبير من العظم ولكن الخلاصة ان كل دول ايه frontal temporal approaches عن طريق frontal temporal craniotomies سواء كانت frontal temporal craniotomies عادية واخدى frontal lobe او واخدى frontal bone وال temporal bone او الجزء المصغر منها اللي بنسميها تريونة الكرنياتومي الشهيرة اللي بيكون فيها frontal part اقل شوية او انها تكون الشقة الاكبر او جزء الاكبر من الفرانتو تيم برو عادية اللي بنسميها الفتي او زي او الفرانتو تيم برو او بيتو زيجوماتيك ابروش تعالى بقى نبدأ ان احنا نشوف ازاي هنعمل هذه الكرنياتوميز المختلفة وازاي هنوصل الى هذه الابروتش المختلفة اول حاجة احنا شغالين في ان يباشا احنا شغالين في الانتر لاترال بارت اوف دا سكال يعني عايزين نبين الجزء اللاترال من الفرانتال بون وكذلك التيمبرال بون وبالتالي فانت لما هتنايم العيان دا البوزيشن بتاعي بعمل ازاي اه زي ما انت شايف كده هذا البوزيشن هو اللي احنا بنحتاجه هو العيان نايم سوباين لكن الهيد از تل تد 45 درجة بحيث ان الزيجومة او الزيجومة نفسها تبقى فيسنج دي سيلنج الزيجومة فيسنج دي سيلنج اعلى نقطة بتبقى هي ايه نقطة الزيجومة العيان زي ما انت شايف كده بهذا المنظر وهو دا البوزيشن بتاع الفرانتو تيمبرال كرنيوتومي السكين انسيجن هي ايه هي السطار انسيجن او اللي هو يونيلاترال سطار انسيجن اللي احنا استخدناها برضو في الفرانتولاترال كرنيوتومي اللي هي السوبر اوربتال فرانتولاترال كرنيوتومي نفس الكلام بتفتح من عند واحد سانتي قدام التريجوس وتطلع لفوق ورا الهير لاين لحد ما توصل الى الفيرتكس لفوق وبتوقف عند كده وكالعادة برضو وانت بتفتح حضرتك لازم تاخد بالك منين نفس الكلام برضو وتعمل هيموستيزيز كويس وتبدأ ان انت تفتح الجلد من ميديل الى لاترال لحد ما نوصل الى الجزء اللي هو قدام التريجوس وهنا بناخد بالنا نحاول نبريزيرف السوبرفيشيال تيمبورال ارتري وكذلك نعمل سبفاشيال دايسكشن علشان نحاول نحافظ على مين نحاول نحافظ على التيمبورال برانش اوففيشيال نيرف نفس الكلامة هو عمال انه هو يتعد وبعدين بعد كده بقى بنرفع العضلة اللي هي التيمبوراليس مصل لان انا المرة دي انا مش مجرد ان انا عايزة بيين الكيهول اللي هو بيبين للأنتير الكرنياتفوس لا ده أنا كمان عايز أبين التمبرال بون حضرتك أنا عايز أنزل تحت عايز أبين تمبرال بون علشان هشيلها وهتخش معايا حضرتك في الكرنياتومي فأنا كده لازم أن أنا أفتح في الأيه في التمبراليس مصل واكسبوز التمبرال بون بعد كده بقى بتبدأ أنك تعمل ايه بتبدأ أنك تعمل البرهولز بتاعتك طبعا لازم هبدأ بالكيبرهول علشان ده هيبين للأنتير الكرني الفصة وهنعمل بقى برهولز عند الروت أوف زيجوما وعند برضو في برهول من وراء كده في التمبرال بون إلى جانب لو أنت هتشيل بقى جزء أكبر من الفرانتال بون هتعمل برضو ايه برهول أمامي في الفرانتال بون ثم هتوصلهم بقى كلهم ببعض عن طريق مين عن طريق بقى الجيجليسو أو عن طريق الايه الكرنياتوم علشان بعد لما ترفع هذه العظمة وتشالها تماما هيظهر لك المنظر اللي انت شايفه ده وإيه المنظر ده ده الكرنياتومي تشالت الكرنياتومي دي ظهر تحت يمين الديورة لازم أن انت تورينت نفسك كويس انت فأني حتة دي أنهي ديورة ديت قادي الديورة اللي هي مكتوب عليها F ديت ده ايه دي ناحية الفرانتال لوب أو الديورة اللي فوق الفرانتال لوب واللي مكتوب عليها T دي ناحية ايه التمبر لوب انت نفسك فيها فين الفرانتال وفين التمبرال يبقى احنا كده عملنا ايه عملنا حضرتك فرانت وتمبرال كرنياتومي طبعا لو انت عايز تعمل تريونال هتيجي وانت بتحدد بقى البرهولز تروح عامل ايه تروح عامل مصغر لجزء الفرانتال لا مش محتاج حضرتك اوصل لفرانتال كبير حضرتك لا انا بس ايه هشيل بس جزء كده بسيط من الفرانتال من عند الكيهول وهارجع لورا هيبقى معظم شغل ايه تيمبرال تحت هيبقى جزء صغير من الفرانتال لوب وجزء اكبر بقى من التمبرال لوب والسيلفين فيشر ده اللي هو التريونال كريونال طب لو انا عايز اعمل بقى ال FTOZ انت هتكبر بقى مش كده FTOZ اللي هي الفرانتو تيمبرو أوربيتو زيجوماتيك هنعمل نفس الكلام بس هنحاول ان احنا نوسع قدر المستطاع يعني في الاول عملنا ايه في الاول عملنا ايه عملنا البرهولز اللي هي الكيهول طبعا والكيهول هنا خلي بالك انا بتكلم fronto tempro orbitu zygomatic ده الكيهول هنا بقى هو الكيهول الحقيقي لانه هو زي ما اتفقنا هيبقى الكيهول اللي هو موجود فيو ملمترز وراء الفرانتو زيجوماتيك سوتشر ده هيفتح لي على منطقتين فجر الفجر او في ايت الفجر او في ايت اللي قلنا عليها هيفتح لي على ال skull base بتاع ال anterior cranial fossa وهيفتح لي كمان على ال orbit ده هو ده عايز الطلب هو ده لانا عايزه تمام وبعدين هبدأ ان انا بالكرنيوتوم اتحرك بقى اشيل الجزء frontal وال temporal وبعدين بص هارجع لحد فين هارجع لحد كمان اخش على lateral wall of the orbit وهاخد الكرنيوتوم بتاعي في اتجاهه الى مين في اتجاهه الى ال orbit عشان كمان انا عايز اشيل lateral wall of the orbit وبعدين عايزين نشيل كمان حتة كده اشلنا حتة من lateral wall of the orbit عايزين نشيل كمان ايه حتة من الزيجومة نكسر برضو الزيجوماتيك بروسس هنا ونبدأ ان احنا نشيل الجزء ده حتة واحدة كده علشان نexpose المنظر اللي انت شايفه ده اللي انت شايفه ده حضرتك والله انا شايف ان فيه ديورة ورا جزء منها frontal اللي هو F وجزء منها فوق temporal lobe اللي هو T اما لايه ال O ده اه ده حراج ده orbital fat ياه ده انت بينتلي منظر رهيب جدا ان انت فتحتلي كمان على lateral wall of the orbit فشلتلي كمان العظم هنا فظهر لي كمان الأوربيت الفات يبقى ده المنظر اللي انا بشوفه بيه الفرانتو تيمبرو الكرنياتومي العادية او الاصغر منها شوية تريونال كرنياتومي وده المنظر اللي انا بشوفه لو عملت ايه فرانتو تيمبرو أوربيتو زيجوماتيك اللي هي اللي بسميها ال FTOZ ولكن كلهم يقعوا تحت ايه تحت باند الفرانتو تيمبرو الكرنياتومي تمام شلت العظم يا نجم شلت العظم وزبطت الدنيا بتاعتك يلا اقول لي بقى انت ايه انت ناوي تروح فين والله يا حضرتك لو انت ناوي ان انت تخش على الفرانتال لوب حاجة في الفرانتال لوب خلاص افتح الديورة وتوكل على الله حمد الله على السلام انت وصلت طيب لو انت ناوي تخش على حاجة في التيمبرال لوب تمام نفس الفكرة افتح الديورة وبين التيمبرال لوب وخش حضرتك ناحية التيمبرال لوب بزاعته وانا ما اتكلم هنا الانتيري ال part of the temporal lobe يبقى حمد الله على السلامة وانت كده وصلت طيب لو انا ناوي اخش على السيلفين فيشر نفس الكلام علىك ناوي تخش على السيلفين فيشر مثلا في ميدل سريبر الارتري انيوريزم مثلا ولا حاجة جميل جدا ان تقدر تخش عن طريق هنا على طول تفتح الديورة ودي حضرتك الايه السيلفين فيشر ابدأ اعمل بقى سبليتنج في السيلفين فيشر وخش وحمد الله على السلامة طيب افرض بقى ان انا حضرتك ناوي خش سكالبيز هنا بقى هنا بقى لنا وقفات هنا لنا وقفات والله لو انت في الاول ناوي تخش ناحية الايه الانتيري سكالبيز يعني انت عامل front temporal واسعة اللي هي يعني تريونة الكبيرة او front temporal واسعة كده هتبدأ ان انت تديريكت نفسك ناحية الفرانتال لوب عايز تشتغل في السكالبيز تقع الفرانتال لوب فتبدأ ان انت بد السكتور كده تحاول تبعد الديورة وتبين السكالبيز وممكن ان احنا كمال نعمل دريلينج للروف اف دا اوربيت زي ما كنا قلنا المرة اللي فاتت دريلينج للروف في دا اوربيت كده العظم التخيم بتعروف في دا اوربيت بيخلق لك مساحة ويخلي الاكسبوجر بتاعك افضل والريتراكشن او المانيبيوليشن على البرين بيكون اقل ومن الابروتش دا بقى تقدر انك توصل الى اي تارجت موجود في الانتيري سكالبيز يعني عندك بلانم سفينويدال مينجيومة ممكن تجيبها من هنا لو انت اتجهت في الابروتش بتاعك نحية الانتيري سكالبيز زي ما احنا شفنا طيب لو انا عندي سفينويد وينج مينجيومة وارجع لمحاضرات المينجيومة في محاضرات تيومرز عشان تفتكر الاسفينويد وينج مينجيومة اللي هي التيومر او المينجيومة اللي خارجه من الديورة اللي Kardashian اللي سخد بالك المنطقة دي منطقة عوى هذه المنطقة في السكالبيز منطقة عواء المنطقة اللي بسميها ال besserer area بتاعت بتاعة بتاعت السكالبيز المنطقة دي بقى اللي فيها المنطقة دي اللي فيها وصللي هنا وعمللي كمان بكل مشتقاتها اللي احنا عارفينها وعندي كمان الاوبتيك نيرب والاوبتيك كايازم وعندي بقى النرفات اللي هي من عند الكافرنس ساينس كده النرفات اللي خارجة من الكافرنس ساينس ورايحة ناحية السوبير الأوربيتال فيشر اللي هو بقى مين الأوكيلوموتور والتروكلير والأبديوسنت والإيه وبرانشات الأوفثالمك وهكذا الله كل دول تقدر انك توصل لهم بالأبروتش ده يعيني يعيني يعني تقدر توصل لهذه المنطقة وهذه الحتة العوق عن طريق مين؟ عن طريق التريون الأبروتش أو عن طريق الفرانتو تيمبورال كرينيوتومي طيب علشان أقدر أوصل بقى للمناطق ديت وعلشان أقدر أشيل سفينايد وينج من إنجيومة وكالعادة وكعادتنا في أي من إنجيومة ساعات بنضطر ان احنا نعمل كواجيوليشن للديورة اللي ريليتد ليها هذا الورم علشان نقطع البلد سابلاي عن الورم ولو أنا عندي مثلا سفينايد وينج من إنجيومة اللي هي زي الميديا سفينايد وينج من إنجيومة ممكن أضطر أن أعمل حاجة اسمها أنتيرير كلاينويدكتومي يعني أضطر أن أنا أشيل الأنتيرير كلاينويد بروسس وده هيعمل لي حاجتين اولا هيعمل لي ايه هيشيل الديورة او هيهكو الديورة او اللي خارج منها البلات سابلاي بتاعك كلاينويدا ثانيا انا لو شلت الانتيرير كلاينويد بروسس هيظهر لي جزء مهم وهعمل اكسبوزر لجزء مهم في هذه المنطقة بص على الصورة دي كده ده الانتيرير كلاينويد مغطي ايه بص هو عظمة كده مغطية مغطية الكاروتود ومغطية الاوبتيك ومغطية ومغطية الاوكيلوموتر طب بص على الصورة دي كده ده نشلت هنا الانتيريوكلاينويد دي صورة منتخذة من قسامة المفتي شوف انا ظهر لي ايه هنا ظهر لي هنا ايه لما عملت انتيريوكلاينودكتومي ظهر لي الاوبتيك نيرف اللي هو ال-ON اللي موجود ميديل للانتيرنال كاروتود اللي هو الاي سي اي دوت ولا ترلينا خلص مين ثلاثة اللي هو مين اللي هو الأوكيولوموتور الله يعني لو انا عملت أنتيرو كلاينويدكتومي ده انا هقدر اعمل إكسبوجر كويس للستركتورز ديت الأوبتيك نيرف في طريقه الى الأوبتيك فورامين الانترنال كاروتود أرتري والأوكيولوموتور نيرف في اتجاهه الى مين الى السوبيري الأوربيتال فيشر طب ايه رأيك ان احنا نعمل الكلام ده امتى هنعمل امتى أنتيرو كلاينويدكتومي قبل ما نفتح الديورة بنسميها extra dural approach للأنتيريور clinoidectomy هنعملها ازاي هنبدأ ان احنا نحاول نسلك الديورة من الايه من ال skull base بده السكتور كده تدري جين تحاول لك ايه تبعد الديورة عن ال skull base علشان تحاول توصل الى ايه الى الجزء اللي انت عايز تقوله وانت بتاع الانتيريور clinoid process وانت داخل ممكن تلاقي sphenoid ridge كده تروح ايه واكله بالقراضة مساء الخير كل عظمة ديت علشان يسهلك الايه يسهلك التسليك وتحس ان هو الاكسبوزر بتاعك بقى افضل وبعدين تبدأ تسلك الديورة من على skull base من ناحية الفرانتل ومن ناحية الايه ومن ناحية temporal وانت داخل medial وانت بتحاول تسلك temporal ديورة من على skull base او من اللي هو جزء بقى هيبقى related الى lesser wing of sphenoid هتلاقي في جزء من الديورة كده لازق قوي في skull base مش عايز تسلك المفروض ان الديورة ها مش لازق مية في المية في skull base لأ في space ممكن تدخل منه للسيكتور وكذا لأ وانت بتعمل dissection لل temporal ديورة من على skull base بتلاقي في جزء منها لازق كده والجزء اللي بيلزق ده ده بيقولك حضرتك التقربت ناحية الايه ناحية السوبير orbital fisher وجزء بتاع orbital فورة منه كلام ده اه خد بالك بقى هنا وانت داخل اه انت قربت على حتة عواء برضو بالزيادة الحتة اللي لازق دي بنسميها meningio orbital band ده meningio orbital band والباند ديت بصراحة هي مش ديورة المeningio orbital band ديت مش ديورة اما لدي ايه دي حتة من ال preosteum بتاع العضل حتة من ال preosteum بتاع العضل لكنه very adherent للديورة اه فوانت بتحاول تسلك الديورة كده من او temporal ديورة من ال skull base بتلاقي وانت بتسلكها في حتة وقفة فجأة مش عارف تخش ليه اصلي ده حضرك مش ديورة بس مش ديورة proper اما الايه ده حتة من الايه من ال preosteum بتاع الديورة فهنا مش انفع تسلكها لازم انك تقصها لازم تقص المeningio orbital band ديت علشان الديورة تبدأ انها ايه تبدأ انها ترجع معاك وتتسلك معاك علشان تقدر ان انت ايه تأكسبوز بقى الايه ال skull base بشكل اوضح بعد لما فتحت المeningio orbital band تلاقي الدنيا بتتسلك معاك وتبدأ انك تمشي ميديا اللي بقى في اتجاهك لمين في اتجاهك الى ال anterior clinoidal process لحد ما توصلها وتعمل لها بقى drilling بقى وتكسرها وكده وطبعا دي لها طرق بقى لازم تتفرج عليها في الجراحات بعد لما توصلها وبتكوتر بقى الديورة اللي حواليها وبتبدأ ان انت ايه تعمل drilling او تكسر ال anterior clinoidal process وبتشيلها تماما كل ده ايه كل ده extra dural extra dural clinoid ectomy تمام ده الشغل اللي بنشتغله extra dural يعني الشغل اللي بنشتغله extra dural او اللي ممكن نشتغله extra dural في الفرانتو temporal approaches ياما بيختلف على حسب التارجت بتاعك لو انت لو تخش راحة ال anterior skull base خلاص تسلك الديورة بتاعت الفرانتال لوب من ال anterior skull base وممكن تعمل drilling للايه لل superior orbital او ال orbital plate مع الفرانتال bone اللي هو roof of the orbit علشان يفتح لك طريق ويعمل لك exposure افضل و retraction اقل طب لو انا لايح في اتجاهي بقى الى ال sphenoid ridge او ال sphenoid wing meningioma او كده لا يبقى هنشتغل ايه هنشتغل في ال skull base ما بين ال anterior و middle cranial الفصة ممكن نكسر جزء من ال sphenoid ridge ونبدأ ان احنا نسلك الديورة علشان نexpose لحد ال anterior clinoidal process وما ننساش واحنا بنسلك temporal diura او الديورة بتاعة temporal lobe من ال skull base هيبقى فيه جزء منها attached جدا لل skull base اللي بسميه meningio orbital band وده مش ديورة ده عبارة عن جزء من ال preosteum اللي لازق جدا في الديورة ولازم اقصه عشان اقدر اسلك الايه الديورة لحد ما اوصل بقى الى الجزء بتاع ال anterior clinoidal process اللي هيساعدني بقى اقدر اكوي لو فيه مثلا ان clinoidal من الانجيوم اقدر اكوي البلد سبلاي بتاعها وقدر كمان اعمل anterior clinoidectomy بال extra dural approach لاني عارف لو انا عملت او شلت anterior clinoidal process هقدر اعمل good exposure لمين ليه الاptic nerve وللكاروتد artery وللأوكيلوموتر نيرف وبقية اللي موجودة related superior orbital فشر خلصت الاكسترا dural approaches والتسليك والحاجات الحلوة دي يلا بقى ايه هنفتح الديورة علشان نخش نشوف هنعمل ايه جوه زي ما قلنا فتحنا الديورة بص فتحة الديورة بتبقى شكلها ازاي فتحة الديورة بتبقى C-shaped والباز بتحة نحية الانتيرير بول بتاع السيلفين فيشر ده الفتحة بتاع الديورة هتبين لي الفرانتال لوب اللي هو c-shaped والtemporal لوب اللي هو ال-T وما بينهم مين وما بينهم السيلفين فيشر ويالله انت بقى اعمل اللي انت عايزه عايز تخش على الفرانتال لوب الله يساهلك عايز تخش على تمبرال اللوب الله يساهلك او انت عايز تخش على السيلفين فشر لو انت عايز توصل بقى للجزء العوق بتاع البراصيلر ايريا هتضطر انك تخش في النص تبعد الفرانتال لوب عن التمبرال لوب وتبدأ انك تسلك ما بينهم وتخش في الديريكتد انتيرير لي في اتجاهك الى الجزء العوق بتاع الاسكالبيز اللي هو في البراصيلر ايريا ممكن كمان لو انت ما عملتش اكسترا ديورال كلاينويداكتوم يتعمل حاجة اسمها انترا ديورال كلاينويداكتوم وانت داخل كده ترانس سيلفين او فاتح السيلفين كده من قدام هتبنلك بقى منطقة بتاعت الايه بتاعت الانتيرير كلاينويداكتوم في الصورة اللي على ايه ده كل يمين ديت الانتيرير كلاينويداكتوم برزة ممكن انك تفتح الديورة في هذه المنطقة وانت من جوة وتعمل دريلينج الانتيرير كلاينويداكتوم وهنا انت قدرت انك توصل انترا ديورالي لكل هذه المناطق عندك مثلا سفينويد وينج من انجيومة انت كده وصلت لها وهتقدر انك تشيلها عندك انيوريزم زي الصورة اللي قدامنا ديت هتقدر كده وصلت لها وهتقدر بانك تتعامل معها بقى تعمل لها كليبينج او اي حاجة انت شايفها وهي دي الديفرنت تارجتز اللي اقدر اوصل لها عن طريق الفرانتو تيمبرال كرنياتومي او التريونال كرنياتومي وزي ما قلنا مش بس هقدر اوصل للفرانتال لوب والتيمبرال لوب والسيلفين فيشر لا ده انا كمان هقدر اوصل له اجزاء مهمة جدا في الاسكالبيز هقدر اتعامل مع الانتيري سكالبيز من قدام الفاكتوري جروف او بلانمس فانويدال مينجيومة هقدر ارجع وراء واتعامل مع كلاينويدال مينجيومة اتعامل مع بتيوتري ادنومة وكرينيوفارنجيومة واتعامل مع تيومرز او فاسكلر باثولوجيز زي الانيوريزمز اللي هي related to the circle of wheels كل التارجت ديت هوصل لها من frontotemporal craniotomies سواء كانت frontotemporal craniotomy ديت involving the frontal bone او مجرد تريون الكرنياتومي من غير ما يبقى فيه frontal extension كتير او انها تكون حتى الاكبر او الشكل الاكبر من frontotemporal craniotomy اللي بنسميها frontotemporal orbitus agomatic انت حدد التارجت بتاعك شوف الافضل ليك ان انت تعمل اي شكل من اشكال craniotomy بعدين هتشوف لو انت محتاج تعمل اي extra dural manipulations او exposure لاجزاء مختلفة من التارجت بتاعك لو انت عايز تعمل مثلا control blood supply او حاجة او عايز تعمل مثلا anterior clinoidectomy بال extra dural approach وبعد كده بقى تفتح ديورة زي ما اتفقنا وتوصل للتارجت بتاعك سواء كان التارجت ده موجود في frontal loop او temporal loop او related to sylvian fisher او حتى related للمناطق بتاعة ال skull base والحتة بتاعة ال paraceler area اللي احنا اتفقنا عليها ده كان موضوعنا النهاردة عن frontal temporal approaches او terional approaches اتمنى يكون الموضوع اتفهم مرة الجاية هنقلب ال skull اكتر وهنبص بقى على ال skull من completely lateral aspect بقى علشان نتكلم عن temporal وال sub temporal approaches كان معكم احمد زهران احمد زهران